بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج تريند حالة النهاردة بالتأكيد هنشوف فيها المستجدات ونتابع الأحداث الرياضية خلال الفترة القادمة عندنا مباراة التتويج إن شاء الله يوم السبت القادم من طلع الجيش فاينال دور أبطال إفريقيا في نهاية الأسبوع القادم فبالتالي عندنا تفاصيل كثيرة وموضوعات مهمة جدا بالتأكيد بتهم في المقام الأول جماهير النادي الأهلي في كل مكان لكن سريعا نبدأ بسؤال حلقة النهاردة والكل يدخل يشارك في الإجابة على هذا السؤال ونستعرف الفقرة الأخيرة مشاركتكم في الإجابة على هذا السؤال توقعتكم للطرف الثاني اللي هيكون في المباراة النهائية في دور أبطال إفريقيا وهيكون مواجه للنادي الأهلي في نهاية دور الأبطال مين ممكن يكون طرف المباراة النهائية الزمالك أم نادي الرجاء المغرب يشاركونا في الإجابة لهذا السؤال عبر صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام والفقرة الأخيرة هنعرض أكبر قدر من مشاركات الجماهير في برنامج الترند لكن نبدأ حلقة النهاردة بأهم الترندات وثلاثة عنوين مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية نبدأ في ترند الأهلي الفريق الأول يواصل استعداداته لمباراة الاحتفال بالدول كمان في ترند الأهلي كاف اتحاد الكورا المصري يطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا في الترند العالمي الليلة مباراة مرتقبة بين يوفينتوس وبرشلونا في غياب رونالدو مباراة اليوم النهاردة في عدد من المباراة في دوري أبطال أوروبا يمكن فيه مبارتين الساعة 8 إلى 5 وست مباراة في الساعة العاشرة مساء أول المباراة مباراة كرسنودر مع تشيلسي والمباراة الثانية أيضا الساعة 8 إلى 5 باشاك شهير مع باريس سان جيرمان لكن الساعة 10 فيه ست مباراة شبلية هيلعب برين فرانك فروزي هيلعب مع دينمو كييف يوفي مع برشلونا مباراة قواة جدا ومن أكبر وأهم المباراة في دوري أبطال أوروبا كليب بروش مع لوتسيو بروسيا دورتوموند مع زينة سان بيترسبيرد منشستر يونيتد في الختام مع لايبزيج الألماني مباراة قواة ومصيرة وبالتأكيد أعتحظة باهتمام كبير جدا من محبي كرة القدم الأوروبية والعالمية لكن سريعا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أوعت روقه في أي حتة لأنه عندنا كلام مهم جدا في تريند التريند وأكيد تفاصيل مهمة متعلقة بالخطوات اللي جاية في دوري أبطال إفريقيا كل ده ولكن بعد الفاصل أهلا بحضركم من جديد وفاقرة تريند التريند فاقرة تريند التريند هنتكلم في نقطة مهمة جدا والسوشيال ميديا لكلها من النهاردة الصبح بتتكلم على موضوع نهاء دوري أبطال إفريقيا والقرار المفروض يتخذ خلال الساعات اللي جاية مش هتكلم على القرار لكن هتكلم على الالتزامات اللي هياخد القرار أكيد هيدرس هذه الالتزامات خلال الساعات الجاية لأن أهم حاجة وإنت بتاخد القرار لازم تشوف أبعاد الالتزامات اللي انت مقبل عليها خلال الساعات اللي جاية أول شيء فكرة المباراة تلاقي بـ 19 نوفمبر أو 9 نوفمبر ده هيكون لإعلاقة أولا بالأجندة الدولية اللي قررها الاتحاد الإفريقي لقرارة القدم واللي تم إعلانها في شهر 9 الماضي قدامك هيكون على الشاشة موعيد الارتباطات والأجندة الدولية خلال الفترة اللي جاية بدءا من شهر اكتوبر حتى الموعيد المتعلقة بأجندة المنتخبات خلال الفترة اللي جاية طبعا من 9 لـ 17 نوفمبر ده مباراة الجولة الثالثة والربعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 من 9 لـ 17 يبدأ معسقر المنتخب من يوم 9 وينتهي يوم 17 المنتخب المصري عنده مباراتين مباراة توجو يوم 14 في مصر ثم المباراة التانية يوم 17 في توجو فبالتالي فكرة 19 نوفمبر حسب وصفت بعض الصحف المغربية هذا المعد هيكون فيه استحالة لأن 19 نوفمبر ده هيكون المنتخب لسه منتهي من الأجندة الدولية وتكون معظم اللعيبة مع منتخباتهم لسه في رحلات خارجية خلال الفترة القادمة بالنسبة للأدغال الإفريقية طيب وانت بتاخد القرار خلال الساعات الجاية لازم برضو تركز في نقطة مهمة جدا قدامك هيكون على الشاشة موعيد القيض بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم القادم القايمة الأولى اللي هتشارك في دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم بحد أقصى يوم 10 نوفمبر لازم تكون أرسلت القايمة الأولى بحد أدنى 23 لعب وبالتالي أي معاد لبطولة حالية بعد 10 نوفمبر هيكون فيها استحالة لن أنت وقتها تكون اشتغلت على القايمة الجديدة للبطولة الجديدة وخدت قرارات في القايمة الأديمة اللي بتلعب عليها النهائي فبالتالي أي قرار لبعد 10 نوفمبر اللي هياخد القرار لازم يدرس معاد القيض بالنسبة للبطولة الإفريقية اللي جاية اللي هيكون مفروض معادها في القايمة الأولى من 21 أكتوبر ل10 نوفمبر بالمناسبة بعد 10 نوفمبر أنت بتجاهز القايمة التانية اللي هتلعب معاك من دور الـ 32 أوكي؟ طيب موعد مباراة التمهيدي من 27 نوفمبر ل29 نوفمبر مباراة الزهاب فبالتالي أنت قرار دي عندك موعد القيد للموسم اللي جاي وعندك موعد دور أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي اللي هيبدأ 27-11 فأي كلام في 19 أو بعد كده هيكون فيه التزامات لازم تشتغل عليها قبل ما تاخد القرار طيب منذ قليل الاتحاد المصري لكورة القدم اتخذ قرار مهم جدا الحمد لله كان برنامج التريند كان ليه السابق واتكلم عليه من فترة لما عرضنا موعد القيد وقلنا 4 نوفمبر ده صعب اتحاد القورة بعد اجتماعه مع العديد من الأندية منذ قليل في مقار الاتحاد الجبلية اتخذ قرار مهم جدا قرر الاتحاد المصري لكورة القدم 4 نوفمبر القادم وذلك بناء على رغبة الأندية الحاضرة في اجتماع اللجنة الخماسية هذا القرار ليه ابعاده ابعاده ايه؟ انت ازاي كنت هتلعب النهائي لشانبونس ليج يوم 6 نوفمبر وانت القيمة الاولى اخر معاد لها 4 نوفمبر فبالتالي اي لعيم مش هيكون معك في القيمة الاولى مش هيكون حاضر معك في المباراة النهائية فكان يجب على اتحاد القورة وده القرار اللي اتخذ منذ دقائق قليلة مد القيد ال 11 نوفمبر وبالتالي احنا بنتكلم على فكرة ان المباراة الفترة اللي جاية سواء انها اتلعب يوم 6 نوفمبر اتلعب يوم 9 نوفمبر اي لعب معاك في القيمة المحلية ولسه ما شلتوش من القيمة المحلية يقدر يلعب معاك نهائي دوري ابطال افريقيا الامر مش هيكون مرتبط بختم الدوري الامر مرتبط بارسال القيمة الاولى طالما لسه ما ارسلتهاش قبل 11 نوفمبر تقدر تلعب بأي لعيب عندك مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا تلعب بقى النهائي يوم 6 تلعب النهائي يوم 9 ايا كان القرار مش قصتنا القرار قصتنا الالتزامات اللي على اساس هيتخذ القرار فأي لعيب عندك لسه ما تبعتش اسمه في القيمة الاولى او القيمة الاولى لسه ما تبعتش هو لسه على زمتك ويقدر يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا عشان كده اتحاد القورة أخدت قرار بمد القيد من 4 نوفمبر لـ 11 نوفمبر أي أن كان بقى النهائي 6 أو يتلعب 9 اللعبة كلها اللي معاك في القيمة الأولى تقدر تلعب معاك النهائي على فكرة بالمناسبة ده يكون لشيء إيجابي جداً لأنك مش هتستخدم الخمسة الاستبدالات بسبب القيمة الأولى لسه الاستبدالات كملة معاك بعد القيمة التانية وتقدر تحافظ على لعبتك القرار ده على فكرة أبعاده فنية وأبعاده مالية وتسويقية للحفاظ على اللعبة آخر حاجة الاجتماعات اللي قدامكم طبعاً على الشاشة صور للاجتماعات اللي تمت في مقر الاتحاد وعلى أساس هذه الاجتماعات اتخذ القرار المتعلق بمد فترة القيد قدامنا طبعاً في الصور اللي على الشاشة حضور طبعاً مجلس اللجلة الخماسية برئاسة الأستاذ عمر الجنيني والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله حسام الزنات وأيضاً كمان مدير إدارة المسابقات وفي حضور عدد من مسؤولي الأندية الكابتن محمد يوسف مدير فن البنك الآلي كابتن سرد الحفيز مدير الكورة في النادي الآلي كابتن وليد هويدي فريق مصر المقصة وعدد من الأندية عشان يشوفوا خريطة المرحلة اللي جاي أطلع إلى فاصل بس قبل ما أطلع إلى فاصل كلمة مهمة جداً أي أن كان القرار اللي هيتخذ خلال الـ 24 ساعة اللي جاية خلال الـ 24 ساعة اللي جاية القرار هيكون ناتج بناء على هذه الدراسة وهذه الموعيد اللي كنا عرضناها لحضراتكم والموعيد إن شاء الله تكلها هتكون مناسبة طالما أننا نحن بنتكلم في مرحلة من 6 نوفمبر لـ 11 نوفمبر بإذن الله أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل معنا كلام مهم جداً في ترند الأهلي ونتابع كمان آخر استعدادات الأهلي في التدريب اللي بيقام في هذه اللحظات على ملعب مختار التيتش بالجزيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الأهلي واللي اتكتب على الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا نبدأ مع بعض ونشوف أول حاجة معنا في ترند الأهلي صفحة سبورت 360 على تويتر الحساب الرسمي كتبوا كيف يفكر بيتس موسماني في مباراة الأهلي ضد طلاقع الجيش يمكن طبعاً الموديل الفني بيبحث عن حصد السلاس نقاط خلال الفترة اللي جاية لكن كنت بتتكلم على مرحلتين هل ممكن يلعب بفكرة أنه هو يشارك بعناصر بديلة وعناصر صاعدة مع مجموعة من العناصر الخبرة عشان برضو تكون رجليهم في الملعب قبل موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا أو هناك فكرة أخرى أن يكون فيه راحة لعدد كبير جداً من نجوم الفريق الأول حفاظاً على جاهزيتهم لمباراة نهاية دورة أبطال إفريقيا عموماً سبورت 360 مصرية عرض المرحلتين والتفكير بالنسبة للفترة اللي جاية طيب كمان معنا الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر كتبوا أن فيه فتوى طبية بتمنع علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام الطلاقة هي دراسة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وعدم الدفع بعلي معلول في مباراة طلاقة الجيش وكان بالأمس معنا زمننا شريف شعبان وتكلم على جزئية أن فيه تجهيز لعدد من اللعيبة علي معلول ومحمد مجدي أفشا وعدد آخر محمد الشناوي لمباراة فاينال دورة أبطال إفريقيا وهيكون الحفاظ على هذه العناصر وعدم الدفع بيها في مباراة طلاقة الجيش كمان معنا من خلال السوشيال ميديا صفحة المصري اليوم الرياضي الحساب الرسمي قالوا أن علي معلول خارج حسابات الأهلي في مباراة طلاقة الجيش وكنا تكلمنا مع حضراتكم وقلنا بالضبط إلا هيتم في هذا الموضوع خلال الفترة اللي جاي أيضا كمان من صفحة الوطن الرياضي بنتكلم على فكرة أحمد فتحي بديلا لعمر السلية في الأهلي أمام طلاقة الجيش كلنا عارفين أن عمر السلية في مباراة بيرامدز في الدوري خد كارتة أحمر في منتصف الملعب نتيجة طبعا قرار من حكم المباراة فبالتالي هيكون غايب عن مباراة طلاقة الجيش في ختام الدوري ففي رؤية أو وجهة نظر من خلال عرض زملاء نفي الوطن الرياضي إن أحمد فتحي كلاعب جوكر يقدر يؤدي في أكتر من مركز هيكون موجود في مركز عمر السلية وبالمناسبة فتحي بيجيد اللعب في مركز المساك في مركز الزهير الأيمن وأيضا كمان في مركز الوسط المدافع كمان معانا من يلا كورا يكشف ماذا يدور في عقل مسماني بشأن معاري النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية طيب في هذه الجزئية إحنا بنتكلم إن المصدر بالنسبة للزملاء في يلا كورا قالوا إن بيتسو مسماني استقر وده وجهة نظرهم ومعلوماتهم استقر على عودة أكرم توفيق لاعب وسط الجونة وناصر ماهر صانع ألعاب سموحة ولسه في مفضلة بين أحمد ياسر ريان وصلاح محسن مهاجمة الفريق المعارين لنادي الجونة ونادي سموحة ولم يتحدد موقف عمار حمدي ومحمد شريف إلى أن يتم الحسم من قبل بيتسو مسماني ده يتم خلال الساعات اللي جاية أو تحديداً بعد ختام دوري أبطال إفريقيا يكون عندك مساحة زمنية تقدر تفكر في اللعيب المعاراة لكن في هذه اللحظات أكيد الجهاز الفني شغله الشاغل والاجتماعات بتتم بخصوص تحضير المرحلة الجاية ختام الدوري ومباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا طيب معنا كمان آخر حاجة من صفحة الأهرام بيتكلموا عن أن الأهل بيستقر على عودة هذا الرباعي من الإعارة طبعاً الزملاء الإعلاميين والصحفيين الشغل الشغل في الفترة الحالية وإحنا بننتهي من المسم وبنستعد المسم جديد المعارين والصفقات الجديدة والانتقالات هذا الملف تحديداً مغلق في هذه الفترة داخل جهاز القورة في النادي الآن عندنا أولويات ختام الدوري بشكل جيد نهائي دورة أبطال إفريقيا والمعاد خلال الفترة اللي جاية وأيضاً كمان لازم تشتغل على فكرة بعد كل ده بقى إزاي هتحضر بالنسبة للمسم الجديد لأنه لسه عندك قيمة معارين وعندك صفقات جديدة كل ده هيكون مؤجل لما بعد نهاية المسم المحلي والإفريقي وبعد القيمة الأولى اللي تحدد معادها يوم 11 نوفمبر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في تريند الأهلي وبالتأكيد هنطمئننا على آخر استعدادات الأهلي في التدريب الرئيسي على ملعب مختار التيتش أعلم بحضركم من جديد وبالتأكيد محتاجين نتطمن على حالة الفريق والاستعدادات لمباراة طلاق الجيش خاصة أن المباراة جاية بعد أقل من 72 ساعة لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب مختار التيتش بيكي زيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد كريم مساء الخير عليك ويبدو من أمامي في الصورة أن التدريب انتهى طمني على حالة الفريق والاستعدادات وكيف تبعت هذا التدريب وخاصة أنه ممكن يكون فيه عناصر جديدة قد يدفع بها بيتسو موسماني في مباراة الطلاق عيوم السبت القادم بإذن الله يمكن كنا متعودين التدريب بيكون خمسة لكن واضح أن بيتسو موسماني عامل خطة جديدة لها تدريبات حتى إن شاء الله يوم السبت القادم اللي هو مباراة الطلاق على الجيش في ختام مصافة الدوري العام اللي النادي الآلي أكيد حصل على هذه البطولة للموسم الخامس على التوالي النهاردة كانت جرعة تدريبية قوية جداً زميل محمد يمكن بدأ بيتسو موسماني محاضرته كانت قصيرة جداً نهاردة يمكن راجل ما عودنا أن كل محاضرات بيكون متوالة لكن نهاردة محاضرته كانت عشرين دقيقة يمكن اتكلم أكيد فيها مع العيبة النادي الآلي على أمور فنية وتكتيكية طبقت النهاردة فيه تدريب اليوم لكن انت عارف في حيرة كبيرة جداً ويمكن بيتسو موسماني يعني محطوط في أمر كده أنت عندنا طبعاً حمدي فتح إيقاف وعمر الصلاية إيقاف وعايز رايح عدد كبير من لعابة النادي الأهلي ولسه كمان أمور علي معلول لم يتم حسمه فلمكن راجل بيشتغل بشكل كبير جداً صعد عدد كبير من النشئين ست لعبين متواجدين بجانب طبعاً فقري وشكري وأيضاً كمان أحمد طرق سليمان في حراسة المرمى لكن النهاردة تدريب كان تدريب مميز جداً بدأ بجرعة تدريبية خفيفة كده دي كي بي مخطط الأحمال والتدريب اتشتمل كله على الجانب الخططي والجانب التكتيكي لها دي المباراة القادمة وهي طبعاً تعرف مباراة تحصيل حصح لكن بشكل عام الراجل عايز يطمن على اللعيبة ديانجي لسه كمان أمر متحسنش ممكن الراجل عايز رايح عدد كبير جداً أحمد من كل لعابة النادي الأهلي لكن كان في جدية كبيرة جداً في تدريب اليوم ممكن قبل المرار ما ينتهي بعشر دقائق شفنا علي معلول مع سعد سمير مع رامي ربيع علي معلول بطمينك عليه ممكن خلاص نقدر نقول تمانية واربعين ساعة ويبدأ تم الدفع به في التدريبات الجامعية لكن فيه تأني كبير جداً محمد علي معلول تحديداً رامي ربيع كمان لم يتم حسم أمره في المرار نهائية في دوري أبطال أفريقيا إنه هو يكون متواجد أو غير متواجد لكن مع الحالة اللي احنا شفناها النهاردة مع رامي ربيع في التدريب لا يقدر نقول إن شاء الله بإذن الله ممكن يبقى ليه دور مع فريق النادي ولسه عندنا وقت التشكيل الأساسي لكن ممكن يكون متواجد بالزبط مش هيكون فيه متواجد فيها القائمة كمان سعد سميري عايز أتكلم عليه طبعاً القطع شهد كبير جداً خلال المرحلة الماضية وخلاص يعني إن شاء الله بإذن الله يعني ساعد بيقترب بشكل كبير إن هو يخش في التدريبات الجامعية تدريجياً لكن بشكل عامة محمد كل اللعيبة جاهزة بشكل كبير جداً تدريجياً من هاردة كان التدريب قوي للعيبة طبعاً الشباب بعملة تأثير كبير جداً فيها التنميرين عندهم روح كبيرة وعندهم عزيمة عندهم جدية كبيرة جداً بيتسو مسماني كان حياة ومن هاردة فيها التدريبات الحفاظ طبعاً على البعض والحفاظ على اللعبين فيها التدخلات كان أمر مهم جداً نتكلم عليه بيتسو مسماني المدير الفني لكن بشكل عامة محمد يعني بتمنى إن شاء الله بإذن الله التوليفة والتشكيل إن شاء الله يكون موفق لبيتسو مسماني مع راحة عدد كبير من اللعيبة كلنا إن شاء الله مع رفع بتول التدريع على الدوري العام رخم 42 لكل لعيبة النادي الآن طيب طبعاً برضو على حالة الشناوي هل ممكن المباراة القادمة يكون فيه الدفع بعالي لطفه معاك كمان احتياطي مصطفى شبير الشناوي النهاردة موجود في التأسيمة ولا الجهاز بيتعامل كمان تحديداً في مركز حراسة المرمى إزاي خلال الفترة اللي جاية لو بكلمك على الشناوي الحقيقة الشناوي يمكن حيناها للتدريب اللي فاته وتدريب اليوم كمان النهاردة الشناوي جاهز يعني بنسبة كبيرة جداً لكن من الواضح إنه يكون فيه تم الدفع به علي لطفي أو مصطفى شبير لكن كالشناوي كحالته البدنية والدهنية والفنية ممكن الراجل جاهز بشكل كبير وبتضرب بكل قوة كنا متخيلين إن الشناوي يكون بعيد عن التدريبات الجمعية أو بعيد عن التدريبات اللي فيها شوتينج وفيها كروسات لكن النهاردة واضح إن الشناوي بيعلن جاهزته بشكل كبير لكن أكيد طبعاً الشناوي مش عايز يبعد عن التدريبات لإن فرمت تدريبات مهمة جداً مع المباريات لكن من الواضح إنه يكون فيه تم الدفع به عدد كبير من لعابة النادي الآلي على حراسة المرمى وأيضاً كمان لعابة الناشئين لكن بشكل عام يا رب إن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام في مباراة الوداب بإذن الله الشناوي يكون جاهز وكل لعابة النادي الآلي يكون جاهزة إن شاء الله إن شاء الله زميل العزيزة كريم أحمد مرسل قناة النادي الآلي بشكرك شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه الإضاحات وتفاصيل مهمة جداً قبل مباراة التواعع وبالتأكيد فيه استعداد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقية أخرج لفاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة ومشاركات الجماعير على سؤال حلقة النهارة أهلا بحضراتكم من جديد ووقتنا معاكم بيجري بسرعة لكن سريعاً أخذ مشاركات الجماعير على السؤال اللي طرحنا النهاردة بعد تأهل الأهلي للنهائي توقعاتكم من الطرف الثاني اللي هيكون مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقية دنيا أحمد قالت إن شاء الله النهائي رح يكون بينقبار القرى الأهلي والرجاء رجوية أهلوية محمد رفعت قال توقع النهائي الأهلي والرجاء منتصر جبريل قال أتمنى الزمالك ونكسابهم إن شاء الله البطولة على حساب الزمالك ليها معنى وفرحة كبيرة زي ما أنتم شايفين بالتأكيد يمكن توقعات الجماعير بخصوص موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا والطرف الثاني البعض شايف الرجاء البعض شايف الأهلي لكن في النهاية ربنا يوفانا يا رب بإذن الله في نهائي دوري أبطال إفريقيا أيا كان الموعد هنشوف خلال الساعات اللي جاية قبل نهاية هذا الأسبوع هنشوف الموقف الرسمي بالنسبة للموعد بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وقريبا إن شاء الله أنا ألتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء